السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة على خناتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله جمال بالماضي يتمسك بمنتخب الجزائر ويرفض عرض نادي مارسيليا الفرنسي ويعني حقيقة اعتزال رياض محرز دوليا أستأذنكم قبل أن نخش في التفاصيل أتمنى لو أنت مش عندي على الصفحة تخش تعمل لايك للصفحة أو فورو للصفحة وتعمل شير للفيديو ولايك للفيديو أو لوف ومتنساش تبعث نجوم في الكومنتات ونشرق الفيديو في كل مكان وعرفوا الناس الحقيقة عن جمال بالماضي وعرفوا الناس الحقيقة عن منتخب الجزائر وعن رياض محرز وعرفوا مدى انتماء جمال بالماضي وشعب الجزائر ليعني وطنه ولمنتخبه بصتوا جماعة جمال بالماضي هو من أحد أبرز المرشحين لخلافة المدير الفني سانبولي من تدريب مارسيليا الفرنسي بعد إقالة سانبولي فرنسا أو مارسيليا الفرنسي بيبحث عن أحد المدربين وفيه خمس مدربين مرشحين جمال بالماضي مرشح بقوة لأنه مثل مارسيليا بالتشيرت طبعا يعني لعب لعب مع مارسيليا على فترتين وهو الناس برا شايفين أنه هو هيقدر أنه هو يؤدي عنده انتماء لمارسيليا الفرنسي ومدير فني محنك مدير فني عمل مع الجزائر يعني إنجازات كبيرة وقدم اسلوب لعب مع الجزائر أكثر من رائع كسب مكاسب بسكورات كبيرة بفرق أهداف كبير قدر أنه هو يعني يخلي بعض اللاعبين الجزائريين المنضمين المنتخب حديثا من أيام مولايته طبعا مش بقول حاليا من أيام مولايته لما كانوا بالنسبة لهم منضمين حديثا لسه قدر يصنع منهم نجوم وقدر كمان بعد صناعة توليهم كنجوم يسوأهم كمان بسبب تقلقهم مع المنتخب وبيلعب بأي حد لعبة مستبعدة لعبة مش مستبعدة النجوم مجوش بيقدر يلعب ويشكل الخطة والتاكتكس على هوا فهم شايفين أنه هو من أبرز المديرين الفنيين المرشحين لقيادة مرسيلا الفرنسا طبعا أكيد مرسيلا الفرنسا عشان خاطر يقول أنه فيه مديرين فنيين مرشحين بيبدأ يعني يتكلم أو أنا دي في العالم عايز يرشح مدرب أو يحطه في الصورة في الأول بيبدأ ياخد رأيه مع الوكيل بتاعه ويشوف يعني جس نبضه كده يشوف هل هو عنده الموافقة المبدئية أو القناعة ولا لأ فبعد ما تم يعني أعتقد يعني دي أن الكلام دي خيبك يا جماعة مجرد أو معظمها بيكون تكاهنات عشان لو جاء لقيت حد بيقول لك رفض قاطع ومش عارف إيه لا موضوع كله تكاهنات وصبق صحفي لكن اللي عرفناه أن جمال بالماضي متمسك من منتخب الجزائر ومش هيمشي فده آه لكن مثلا أنا بقول لك السيناريو اللي بيحصل بقى والكواليس اللي بتحصل فيه الوسط الرياضي يعني بما أني يعني أعرف رياضين كتيرة وعرف معظم الكواليس يعني آه فبيبدأ يكلم الوكيل الوكيل يقول له آه أو لا عنده مفقا مبدئية فالواضح أن هم أكلمه وكيل آه جمال بالماضي وجمال بالماضي رفض قاطع وقال له أنا مش همشي وهاسيب ولا سيب منتخب الجزائر دلوقتي أنا مع المنتخب الجزائر حتى نحقق إنجازا تاريخيا جديدا وحتى أشارك في صعودهم لكأس العالم القادم ويعمل كمان نتائج كبيرة في كأس العالم القادم تعالى و التكاهي جمال بالماضي عايز يعود آه آه8 خروج للجزائر من منتخب آه عفوا خروج منتخب الجزائر من كأس العالم السابق أو عدم صعودهم عفوا وايضا خروجهم من كأس أمم أفريقية عايزي عوالها لمنتخب الجزائر بالفوز بكأس الأمم الأفريقية القادمة والصعود لكأس العالم القادم بإذن الله وعمل أداء مشرف كمان يعني لسه رجل بيتفكر في كأس العالم اللي جاي اللي هو احنا في عشرين ستة وعشرين إن شاء الله عايز بيتمنى أنه هو يبقى سبب في صعود كأس العالم اللي جاي كمان لسه مع منتخب الجزائر وعنده خطة مستقبلية كبيرة فهو مش عايز يمشي ومتمسك بمنتخب الجزائر عنده انتماء لبلده يعني غير طبيعي عنده انتماء لبلده كبير جدا 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 قدوة ومثال في الانتماء ليعني رياضيين كتيرة جمال بالماضي طبعا وده مش غريب على شعب الجزائر اللي عنده انتماء أكتر من رائع لبلده رياض محرز وحقيقة اعتزاله دولي طبعا كلكم عارفين قصة رياض محرز وعارفين يعني اللي حصل في الفترة اللي فاتت رياض محرز يعني يمكن نادي مانشستر سيتي قال انه هو مش هينفع يشارك مع منتخب الجزائر في التصفيات في المنشطة اللي كانت بتتلعب اللي فاتت دي على طول وكانوا بعتين زي خطاب طبي لمنتخب الجزائر ودكتور بتاع مانشستر سيتي قال انه هو محرز مصاب ومش هينفع يشارك والاتحاد الجزائر الكورت القادم نشر يعني زي كلام كده بيقول ان بيتمنوا الشفاء برياض محرز وبيتمنوا ان هو يبقى في افضل حال وجمال بالماضي اتعصب والدايق لما الناس شككت في مرض رياض محرز ودافع عنه وقال ان هو مصاب وان احنا اتأكدنا ان هو مصاب وبعد كي طلعت التكاهنات هو مصاب بايه مش مصاب بايه ناس قالت مصاب بحاجة اسمها مرض برودة الدم اللي هو المفروض ان الجسمه بيسقع جدا ودرجة الحرب تنزل جدا وناس قالت لأ ده مريض عادي اصابة عادية اصابة عضلية واه 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 اه ولكن اكيد طبعا نتمنى ان هي تكون اصابة خفيفة ان شاء الله ويعود وربنا يا رب يشفي واش في كل المرضى باذن الله وانتمنى يا رب ما تكونش اصابة بمرض برودة الدم ده لان في احد الصحفيين او قارتها في بعض المواقع او الصحف كانوا كاتبين حاجة زي كده او حد اعتقد من الجمهور الجزائري كان كاتب كده في تويت ان هو اصيب بمرض برودة الدم اه وده بيخلي فين خفات في درجة الحرق مش بيشتموا يعني ده فين خفات في درجة حرقة الجسم وخفات مش عارف في ايه وفي ايه وفي ايه شرح يعني جزء وسيط من المرض كده فانتمنى ان شاء الله ما يكونش عنده هذا المرض يعني باذن الله تعالى وربنا يا رب يشفي كل مريض باذن الله فجمال بالماضي دفع عنه وقال ان هو الراجل مصاب مش بيتهرب من المنتخب ومش هيعتزل دوليا لان في بعض الصحفيين وبعض الصحف يعني انا دايما بقول صحف صفراء بتحب دايما تسوى العلاقة ما بين اللاعب وما بين المدير الفني ما بين اللاعب وما بين الجمهور وهكذا في صحف كتير كده وخلي بالك في بعض الصحف بتتقاضى اموال علشان تشتم في لعب وتنزلوا للارض وتخلي كمان الجمهور يكرهوا وتطلع عليه اشاعات وفي بعض الصحف التانية يعني او نفس الصحف دي عفوا بتاخد فلوس عشان تخلي لعب نجم كبير وهو اصلا لعب ما بيعرفش يلعب لعب مش 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 لعب قوي يعني عشان يخلوا آآ لعب تاني نجم كبير على حساب لعب تاني ان مثلا صحفي راح وقال له هات فلوس شان قطر نكتب عنك المتاني حوين فقال له لأ مش هديك فلوس فقال له طبعا انا هبهديلك وكتب ان هو وحش وغير منتمي بقى المنتخب الجزائر كلام لأ فكرة في كل العالم مش بتكلم في الجزائر فقط او في مصر فقط في كل العالم في الحلو وفي الوحش وفي صحف تانية صحف محترمة جدا وبتكتب الحق دايما وبتكتب الحقيقة دايما وبتكتب الصح فرياض محرز يا جماعة لم يتهرب من منتخب بلده رياض محرز آآ جمال بالماضي ضلع دفع عنه قال انه لم يتهرب تحاد الجزائر الكرة القادم قال انه لم يتهرب آآ آآ ويعني آآ نتمنى ان شاء الله رياض محرز آآ ربنا يعيش فيه ويعود قريبا آآ لمنتخب الجزائر اضافة اكيد قوية لمنتخب الجزائر رياض محرز لعب عالمي الجزائر تفخر برياض محرز مثلما مصر تفخر بآآ محمد صلاح وان شاء الله بإذن الله دايما نشوف محمد صلاح ورياض محرز فيه افضل حال مع انديتهم ومع منتخبات بلدنا العظيمة طبعا فردية وجماعية كتيرة وربنا ربي وفقهم ووفق كل العرب اجمعين بإذن الله تعالى كان معك خوك عمرو عاطف من قناة صاحب الكورة نشوفك ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم